يام سير فول عليكم مع كوك عبد الرحمن وبدأي الفيديو جديد وفيديو نقطة ذاتها من نسخة احتياطية للواتساب بحيث لو انت فرمات الموبايل او مساحت واتساب بالغلط فتكون نعم من نسخة احتياطية عشان تستجرى الرسال والصور وكل حاجة بدأ شباب مندوس على الواتساب منفتح الواتساب بقى كاشة مندوس على تحت خط اللي فوق دي بقى نسخة كمهة الاعدادات بقى كاشة مندوس على كمهة الدردشة بقى كاشة مندوس على كمهة نسخة احتياطية للدردشة وبعد كده بنخليها اللي هي مثلا تضمين فيديو لو انت عايز تعمل نسخة احتياطية بالفيديو بتاعك وكل حاجة الرسال والصور والفيديوهات فانت بدوس على كمهة تضمين مقطع الفيديو بتعلم علامة تفعيل يعني وانا بتختار حساب اللي انت عايز تعمل النسخة احتياطية ولكن الحساب الاولاني بقى كاشة مندوس على كمهة نسخة احتياطية كده جاء الحفظ النسخة احتراطية والرسال كلها تبدأ تعملي نسخة احتراطية وبعد ما خلص اعمل نسخة الاحتراطية وحفظ النسخة احتراطية همسح البرنامج وكأن هصلته منجليد وهشوف هل تسترجع النسخة اللي عملت على تسترجع الرسال مع اننا مساحة البرنامج ولا لا شباب كده اعمل نسخة احتراطية للشات كله والفيديوهات فانا همسح البرنامج اعمله مسحة بيانات بحيث ان لسه ننزل البرنامج او في طرط اللي انا عملت مثلا ضبط مصنع موبايل ويتمسح الواتساب او البيانات الواتساب هدوس على كمة التطبقات وهمسح بيانات التغزين بتاع الواتساب وهرجع سجل تاني هندوس على كمية التغزين مسحة ساعة التغزين هندوس على كمية مسحة ساعة التغزين ومسحة بيانات تغزين الموقعات. تمام? وكايني انا اعمل دط مصنع واشوف هل تسترجع نسخة الاحتراطية اللي احنا عملناها من شوية ولا لا. هندوس على الواتساب هيفتح اللي كان لسه منزل التطبيق هندوس على كمية موفقة ومتابعة. بعد كم ندخل رقم التلفور اللي انا كنا عمليه به النسخة احتراطية او الرقم الواتساب الخاص بك انت. اللي عامل عني النسخة احتراطية. او اللي انت عمل به الواتساب. تمام? هنكتب الرقم. ما كانت نسعة كمية التاري. ما كانت نسعة كمية تمة. فبتبدأ تلقيني يبعث لك رسالة عن موبايل. طبعا هنعمل وضع طيران. هلغي الوضع الطيران. عشان توصل رسالة. رسالة بقود ويدخل تلقيني دي الخطوة اللي بعديها. هنا الخطوة اللي بقولك اللي هو فيه نسخة احتراطية موجودة على جوجل درايفل. هنسعة كمية متابعة. بحيس نسترجع النسخة احتراطية اللي انا كنا نحافظين على الجيميل بتاعنا. نسعة كمية سماح. سماح. هنا بقولك جيل البحث عن نسخة احتراطية. هنا النسخة احتراطية فعلا يعني البرنامج او يعني جيميل ما حزفش نصغة احتاطية اللي احنا فزنا عليها فاكده هنصغة كمية استعادة هنستجل نصغة احتاطية اللي اللي لسه عاملينها هنا مولاك تم استعادة 623 رسالة نصغة كمية تمة هنكتب اسم المستغدم بتاعنا اسمك مكان نصغة كمية التالي فميزة اللي انت تم نصغة نصغة احتاطية الواتساب بحيث تسترجع الاسائر كلها والفيديوهات كلها وكل حاجة طبا شباب هنا بسك انت تم نصغة احتاطية شهريا او اسبوعين او ميل يوميا هندوس عكمة يوميا عشان كل اليوم مثلا بسها ابعتها لحد جديد او ابعت الفيديو تعمل النصغة احتاطية باستمرار ادوس عكمة يوميا واختار الحساب اللي انا عايز اعمال لنصغة احتاطية ويغل الحساب اللي اولاني طبا شباب باك ادوس عكمة التام كده ارجع لكل المحادسات حتى الفيديوهات اللي انا قد تبعتها هترجع طبا شباب وكذا شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص لو عاجب فيديو اعمل لايك وسبسكاب القناة وشارك استفيد وفي اخير شكرا لكم سبحانك الله بحمده استغفرك واتولك اشتركوا في القناة